موسيقى الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله أهلا وسهلا بكم مشاهد الكرام موضوع حلقتنا رمضان شهر القرآن يقول الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فأكثر في رمضان من قراءة القرآن فهو أفضل من سائر الأذكار كان جبريل عليه السلام يتعاهد النبي صلى الله عليه وسلم في كل سنة فيعارضه بما نجده ونجده عليه من رمضان إلى رمضان فلما كان العام الذي توفي فيه عارضه به مرتين هذا كتاب الله زاد قلوبنا وشفاؤنا من كل داء أرهق هذا هو القرآن مصدر عزنا فبه تبوأنا المكان الأسمق يقول صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن فإنه يأتي شفيعا يوم القيامة لصاحبه اقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طيل الصواف تحاجاني عن أصحابهما اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعه البطلة يعني السحرة إذن هنا ملمح جميل هنا نكتة فقهية يا ليتك تتنبه لها حيث أن قراءة القرآن والصيام عبادتان تحاجاني عن صاحبهما في القبر القرآن يقول أسهرته بالليل والصيام يقول جوعته بالنهار وفي رمضان تجتمع العبادتان وهذه فرصة لا تعوض فلماذا لا ترسم خطة خلال هذا الشهر في قراءة القرآن ليس تلاوة فقط بل خطة للتلاوة والتدبر والنظر والوقوف مع آياته ارجع إلى بعض كتب التفاسير أو امتلك نسخة من القرآن في هامشه مختصر تفسير القرآن لأي تفسير من التفاسير في حاشية أسباب النزول لتقرأ وتنظر تستمتع بآيات القرآن ليكون خلال هذا الشهر القرآن ربيع لقلبك اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا نحن بأمس الحاجة إلى النظر في حالنا مع كتاب ربنا فلنراجع أنفسنا في فهم القرآن وتدبره وحفظه وترتيله خاصة في رمضان لنحرص في هذا الشهر الكريم أن يكون لنا جلسات مع أولادنا مع نسائنا والقرآن تلاوةً وحفظاً تدبراً وعملاً يا الله كم يغفل الكثير من الآباء والأمهات عن أهم وأعظم وسائل التربية للأبناء والبنات من أراد لأبنائه وبناته الثبات على صراط الله المستقيم فلينشئهم على القرآن هو نور لصاحبه وحامله من أهل الله وخاصته كما قال عليه الصلاة والسلام إن لله أهلين من الناس قالوا من هم يا رسول الله قالهم أهل القرآن أهل الله وخاصته ألا تريد لأبنائك وبناتك الخير أليس النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الخيرية والرفعة لمن تعلم القرآن وعلمه خيركم من تعلم القرآن وعلمه كما أن القرآن يرفع أقواما ويضع آخرين وهذا محسوس ومشاهد بين الناس إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين نقول للآباء للأمهات لماذا لا تعقدون يعني مع أولادكم وبناتكم حلقة كل بعد صلاة عصر أو في أي وقت مناسب لتلاوة القرآن لتدارسه مع أبنائك مع بناتك ارصد لمن ترى منهم الحرص والاستمرار جوائز وهدايا تشجيعا له بهذا العمل تحصل مكاسب عظيمة أولا حفظ الأولاد من البرامج المسمومة الموجهة لهم في رمضان وقتل أفضل أيامهم ثانيا مشاركة البنات التي قد يذهبن ضحية الغفلة والمحافظة على أوقاتهن خاصة في رمضان ثالثا إحياء البيت بذكر الله ملؤه بالجو الإيماني الرمضاني الروحاني بدل إماتته وملئه بالأغاني الهابطة بالمسلسلات بالأفلام وغيرها رابعا الارتباط الأسري الوثيق بين الأب والأم وأبنائهم من أولاد وبنات خامسا محاولة ختم القرآن لأهل البيت جميعا استثمار رمضان من جميع أهل البيت فرصة طيبة كل هذه الثمرات وغيرها عند تطبيق فكرة جلسة القرآن الأسرية على الأقل أن يبدأها في رمضان القرآن رابط وثيق لترابط الأسرة ورمضان أعظم فرصة للبدء بمثل هذا المشروع الأسري الجميل أما السلف الصالح فقد تنبهوا لهذا حرصوا على تنشئة الصغار على القرآن وكتبوا السير مليئة بالتراجم ممن حفظ القرآن قبل العاشرة هذا تاج الدين الكندي يقول الذهبي حفظ القرآن وهو صغير مميز قرأه على أستاذه أبي محمد سبدي الخياط قال ومن العجب أنه قرأ القرآن بالروايات العشر وهو ابن عشر سنين سبحان الله حتى لا يحتج البعض أن الزمان غير الزمان اسمعوا لهذه الأم أم الخاتمات أم لتسعة أطفال تسعة أيتها الأمهات سبعة منهم أتم حفظ القرآن خمس بنات وولدان أصغر الخاتمات سنا عمرها تسع سنوات تسع سنوات ونصف تقول الأم بدأت معهم من عمر سنتين أخذهم معي في المطبخ أقرأ يرددون ورائي أسمع لكل منهم يوميا جزئين تقول لا خادمة لدي فأنا بفضل الله أقوم بأعمال المنزل وتحفيظ أولادي وكلهم الأوائل في دراستهم سبحان الله أي أم من هذه أين الأمهات منها يا ليت والله الأمهات يقتدين حقا بهذه الأم من البشائر والحمد لله أن هناك الكثير من الشباب الصغار والكبار الذين أتموا حفظ القرآن أصبحوا منارات إشعاع فخر لنا جميعا وهذه والله بشائر تلوح في الأفق تعلن سلامة المنهج والسير على طريقة الحبيب صلى الله عليه وسلم لكننا كم نود أن تعتني أيضا هذه الوفود من الشباب كبار وصغار بفهم القرآن بتدبر القرآن بل نشجع الشباب فعلا في الحلقات ومدارس التحفيظ على تدبر القرآن حكى الشيخ بن ضفر المكي أن أبا يزيد طيفور بن عيسى البستامي كان صغيرا لما تحفظ قول الحق عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا قال لأبيه يا أبتي من الذي يقول الله تعالى له هذا قال يا أبني ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبتي ما لك لا تصنع كما صنع النبي حراج قال يا أبني إن قيام الليل خصص بالنبي عليه الصلاة والسلام وفرض عليه دون أمته سكت الصغير لما وصل لحفظ قول الحق عز وجل إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثين الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك قال يا أبتي إني أسمع طائفة كانوا يقومون الليل فمن هذه الطائفة؟ قال يا أبني أولئك الصحابة رضي الله عنهم قال يا أبتي فأي خير في ترك ما عمله النبي وأصحابه؟ قال صدقت يا أبني فكان أبوه بعد ذلك يقوم من الليل ويصلي استيقظ أبو يزيد ليلة الصغير الشاء الطفل فإذا أبوه يصلي قال يا أبتي علمني كيف أتطهر وأصلي معك قال أبوه يا أبني أرقد فإنك صغير بعد قال يا أبتي إذا كان يوم يصدر الناس أشتاة ليروا أعمالهم أقول لربي إني قلت لأبي كيف أتطهر لأصلي معك فأبى علي قال أرقد فإنك صغير أتحب هذا يا أبتاه؟ قال أبوه لا والله يا أبني ما أحب هذا ثم علمه كيف يصلي معه همم الأحرار تحيي الرمم نفحة الأبرار تحيي الأمم هكذا كان أبناء المسلمين شباب الإسلام إذا نهلوا من القرآن حقا وقرأوه بحق وحفظوه بحق وفهم وتدبر لمعانيه تعالوا في رمضان لنحيا بالقرآن يا ليت جماعات المساجد لإما يقومون بإحياء حلقات الكبار للصغار لتحسين التلاوة خاصة بعد صلاة الفجر أو في أي وقت مناسب اتفقون عليه أعلن ذلك لجماعات المسجد حثوهم عليها نحن نسمع كثيرا ممن يقرؤون القرآن في المساجد خاصة من العامة من كبار السن بل ومن بعض المتعلمين والمثقفين وهم والله كحطاب ليل في قراءة القرآن القرآن يأتي شفيعا لصاحبه يوم القيامة يجعله مع السفر الكرام البررة كما قال صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه وقال صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفر الكرام البررة الذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران إذن هذا فضل من الله تعالى كبير أما عن الأجر والثواب للقارفة في كل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لا ميم حرف لكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف إذن أكثر من قراءة القرآن في رمضان فهو فرصة والله عظيمة للتعاون للاجتماع على القراءة لا ومدارسة كان كثير من العلماء إذا دخل رمضان هجروا حلق العلم وحلق الحديث وتفرغوا للقرآن وقراءة القرآن فهيا معاشر الصائمين نتواصى رمضان هذا العام بالرجوع حقا للقرآن ففيه حياتنا وحياة أمتنا فوالله لن نجد مخرجا للفتن والاضطرابات كمثل قرآننا كلام ربنا هذه وصية نبينا لقد تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي فلنأخذ بوصية حبيبنا صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته اللهم عظم حب القرآن في قلوبنا وقلوب أبنائنا واجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدودنا رمضان فرصة عظيمة لنراجح حالنا مع القرآن فإذا اجتمع صيام رمضان والقرآن في قلب اشتعلت خلايا الفؤاد فلنستثمرها لنتدبر الآيات ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة